في موضوع آخر عبر الكثير من قاطنية قصري أدبر وتزروت ببلدية زاوية الكنتة جنوب ولاية الضرار عن رفضهم القاطع لعودة نشاط المحاجر مؤخرا والتي تسببت وخلفت أطار جسيمة على صحة السكان والبيئة والبسطين الفلاحية التغطية كانت لليمين بالعالمين هذا ضرار علينا وعلى المسلمين كافة وعلى جيراننا وعلى بلدنا أحسن أكثر وأكثر على تازول القصباء والقصر ودمروا وزاوي الشيخ وبوعلي هذه الجيران كاملة ضارتهم الغبراء وحنا أكثر مئة في المئة ونضرنا كما قال الأخ اللي قبلي نضرت الناس كبار وصغار وقال نضرت الناس والحمد لله دي قز جات الدولة ونصرت بالنوبين لهم شوفوا الناس اللي قبلي الولد اللي كان هنا قال لي هم بلينو أنا جيت نفعل الناس مجيت نضر الناس وشوفوا غلا كان الغبار الغبار لا إله 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 مولانا سبحانه لا إله 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 ومنها ولينا شوفوا اسماء نحمدهم ونلا نشوفوا اخضر يتسمع نحب جوس جربي يسر وجهر حنا وضرونا ورحموا الجوعونا حنا طلب للطبيعين التعويض طلبين منهم التعويض حنا انا مراد يا سينا الطباء ليس للمرضى ولا مراد والله العظيم لا تنضي قلبي لا تنضي منها في قصر تازول تراه ما زالوا يعاني معدد من الأمور لما نتكلموا عن المحاجر ولما نتكلموا عنها توقفت المحاجر كاينة لجنة ولائية عينها السيد الوالي في سنة 2011 متكونة من جميع الخطاعات كلهم في اختصاصه جاءوا هنا العلماء كانوا داروا تقرير وتقرير هذا توصلوا بالإيقافة على المحاجر